من أهم الرؤى التي يراها الناس في منامهم رؤيا الميت في المنام وذلك لأنها رؤيا مليئة بالدلالات والتحذيرات والإشارات والبشارات والتنبيهات وأحيانا تكون مليئة بالروحانيات وهي رؤيا غالبا ما تكون صادقة لأنه لا يتدخل فيها الشيطان وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنعرف كل شيء بالتفصيل عن رؤيا الميت في المنام سنعرف على سبيل المثال ما معنى أن يكلمني الميت في المنام أن يصافحني أن يعانقني أن يبتسم في وجهه وسنعرف أيضا ما معنى أن يتشاجر معي أو أتشاجر معه أو يكلمني بكلام فض وغليظ أو أراه مغضبا مني في المنام وسنعرف أيضا ما معنى أن يعطيني شيئا أو يأخذ مني شيئا أو يطلب مني شيئا أو يطلب مني طعاما أو شرابا أو يأكل أو يشرب معي وسنعرف أيضا ما معنى أن يأخذ أحدا من أهل البيت ثم ينصرف به خارج الدار وسنعرف أيضا ما معنى أن أراه يلبس السواد أو البياض أو هدومه متسخة أو مرقعة أو مكشوفة عورته في المنام كل هذا وغيره سنعرفه إن شاء الله في هذه الحلقة فكونوا معنا وتابعونا حتى النهاية إخوتي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اجعلونا ندخل في التفاصيل مباشرة أولا ما معنى أن يكلمني الميت في المنام أيها الإخوة الكرام إن الميت في دار الحق ونحن في دار الغرور وهو قد مات وانكشف له كل شيء وبالتالي ينبغي أن يخذ كلام الميت في المنام على محمل الجد والاهتمام أحيانا يأتيني الميت في المنام يحذرني من شيء يدلني على شيء يبشرني بشيء يحذرني من شيء أنبهني على شيء كما قلت ينبغي أن يعرض كلامه كاملا على مفسر من مفسري الأحلام وذلك لأن رؤية الميت كما قلنا آنفا رؤية صادقة لا يتدخل فيها الشيطان أحيانا يأتيني الميت في المنام يحذرني من سحر إي والله يا إخوة يقول لي خلي بالك فلان دعم لك سحر أو فلان دعم لك سحر ينبغي أيضا أن يأخذ هذا الكلام على محمل الجد والاهتمام وأن يعرض الإنسان نفسه على أحد الرقاة الشرعيين وأنا بما أنني في المجال كما قلت لكم والله هذه الرؤية نادرا ما خابت يعني كل الذين رأوها في المنام وعرضوا أنفسهم علي بعد الكشف تأكد فعلا أنهم مصابون بنوع من أنواع السحر هذا بالنسبة لكلام الميت في المنام طيب ما معنى أن يصافحني الميت في المنام يعني سلم علي أو يعانقني يعني يخذني بالحضن أو يبتسم في وجهي أو يكلمني وهو منطلق وهو بشوش الوجه كل هذه الرؤى يا جماعة الخير من أعظم من أحلى الرؤى ومن أحلى البشارات إن مصافحة الميت في المنام وعناقه وأن يبتسم في وجهي معناها سداد الديون معناها الخروج من الأزمة والضيق معناها البشارة معناها الفرج معناها طول العمر معناها العافية من المرض معناها أن الدنيا ستبتسم لي قل في مصافحة الميت وعناقه وسلامه وابتساماته في المنام ما شئت أن تقول والغريب والعجيب إن في ناس بتخاف من الرؤية دي يعني أنا أذكر مرة واحد جاني وهو إيه زي ما بنقول كده بلهجتنا المصرية العامية جاني وهو شايل الطين على راسه الله إيه اللي حصل يقول لي خلاص يا مولانا بيه اللي حموت ليه يا ابني إيه اللي حصل بس قال لي ده أنا شفت أبوي الله يرحمه في المنام كيه وخذني بالحضن وكده معناها أني خلاص كده حفارئ وهموت قلت له وما أدراك أن تفسيرها هكذا لا يا حبيبي بالعكس دعناق الميت في المنام معناه طول العمر لصاحب الرؤية ومعناه إن كان مريضا سيشفى من مرضه وسيكتب له الله السلامة والشفاء والعافية إن شاء الله رب العالمين معناها الخروج من الأزمة والخروج من الفقر معناها أن الدنيا ستبتسم لصاحب الرؤية أجمل حالة لما تشوف الميت بيسلم عليك أو بياخذك بالحضن أو بيبتسم بوجهك في المنام طيب ما معنى أن أرى الميت في المنام يتشاجر معي أو أتشاجر معه يعني إحنا ابن خاني أو شفته هو زعلان أو شفته هو مغضب وحزين إلى غير هذه الرؤى كل هذه الرؤى يا إخوتي ومشبيهاتها ومماثلاتها تدل على أن صاحب المنام على خطأ من اللي على خطأ صاحب الرؤية وهذا الخطأ إما خطأ في دينه يعني يضر به دينه أو خطأ يضر به دنياه أو هو على مشكلة مع الميت خلي بالك أولا على الإنسان إن رأى مثل هذه الرؤية تشوف الميت زعلان منك أو بيتخنق معاك أو عايز يضربك أو أنت بتشاجر معاه أقول لك أولا انظر في دينك لأن الميت في دار الحق وهو قد بانت له أفعال العباد وإياك أن تتخيل أن الميت لا يتواصل معنا بعد الموت لا يا إخوة والله بل الميت يتواصل معنا ويسأل عن كلما مات ميت سأله الأموات الذين سبقوه عن أحوالنا في الدنيا ولولا أنني أخشى أن مقام الحلقة سيطول لا شرحت لكم هذا بالتفصيل لو أنت فعلت شيء يضر دينك أو يضر دنياك يضرك في مصلحة الدنيا أو في مصلحة الدين الميت يعرف به يأتيك مغضبا وحزينا في المنام مش كده وبس لو أنت عملت حاجة تزعى للميت ما كان يغضب الميت في حياته سيغضبه بعد موته مثلا الميت كان عايزك تبقى كويس مع أخواتك كان عايزك تبقى كويس مع أريبك مع أقرباء الميت نفسه مع عمتك وعيالها مثلا إلا هي أخت أبوك المتوفة وهذا طبعا حاجة تبسط الميت لكن بعد ما مات الوالد رحمة الله عليه رح تنتقلبت على دول زعلت أخواتك وزعلت عمتك وعيالها وزعلت أريبك وزعلت الناس اللي كان يحبهم أبوك ويودهم يأتيك أيضا بهذه الحالة في المنام اللي هو الحزين اللي هو المغضب اللي هو اللي زعل منك وكأنه جاء يعاتبك المهم نخلص من هذا حتى لا نطيل في هذا العنصر أنك إذا رأيت الميت مغضبا وحزينا في المنام ويتشاجر معك فاعلم أنك على خطأ إما في الدنيا وإما في الدين وإما في خطأ على هذا الميت في أقربائه ومشاكل ذلك طيب سالسا ما معنى أن يعطيني الميت شيئا في المنام أو يأخذ مني شيئا في المنام أو يطلب مني شيئا في المنام أو أراه يأكل ويشرب معي نأتي لها بالتفصيل أولا ما معنى أن يعطيني الميت في المنام إخوتي في الله أبشروا 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 عطية الميت في المنام خير مطلق وأمنية سوف يحققها الله تعالى لصاحب الرؤية أي كان ذلك الشيء الذي أعطاه لك الميت في المنام سواء كان مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو كان حتى من عامة المقتنيات أي حاجة تشوفها الميت بيدها لك في المنام اعرف أن فيها البشارة اعرف أن فيها الخير اعرف أن فيها الفرج اعرف أن فيها أمنية سيحققها الله لك بإذنه إن شاء الله رب العالمين وأنا سأقول لك هذا العطاء عطاء مطلق شوف أنت بتتمنى إيه اللي عايز يتجوز حييتجوز اللي عايز يسافر يسافر اللي عايز يخلف حييتوظف إن شاء الله اللي عايز يتوظف حييتوظف إن شاء الله كل من رأى الميت يعطيه شيئا في المنام فلينتظر تحقيق بشارة عجلة إن شاء الله رب العالمين أهم حاجة يكون الشيء الذي أعطاه لك الميت في المنام حلال وليس حرام يعني ما يكونش خمراء ما يكونش لحم خنزين ما يكونش من هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى علينا إذن عطية الميت في المنام خير مطلق طب وأخذه يا مولانا يعني حين نرى الميت يأخذ منا شيئا في المنام يدل هذا أخي على أن الميت يحتاج إلى الصدقة ويحتاج إلى الدعاء ويحتاج إلى الاستغفار ويحتاج إلى إيصال الثواب والصدقات قدم له شيئا يعني تصدق على روحه بأي شيء أنفق على روحه أي شيء اقرأ عليه شيئا من القرآن الكريم حاول إن رأيت الميت في المنام يأخذ منك شيئا حاول بقدر المستضيع أن توصل له الهبات والصدقات طيب يا مولانا أنا شفت الميت في المنام بيأكل معي الأكل مع الميت في المنام شوف حبيبي في الله سواء كنت تأكل مع الميت في إناء واحد أو كنت تأكل في آنية مختلفة سواء كان طعامكما واحدا سواء كانت الأطعمة مختلفة بشارة عظيمة لكل من رأى نفسه أنه يأكل مع الميت في المنام إيه معناها مولانا أولا الشفاء من المرض إن كان صاحب الرؤية مريضة ثانيا السلام وطول العمر إن كان صاحب الرؤية غير مريض ثالثا إنجاز مهمة من المهام إن كان صاحب الرؤية يمشي في شيء معين يريد أن يقضيه ويريد أن ينجزه دي معنى باختصار كده رؤية أن أرى الميت يأكل معي في المنام سواء كما قلت لكم كان كل واحد يأكل على حدة بل حتى ولو رأيت الميت يطعمك في المنام أخي في الله أيضا أبشر فرج كبير في هذه الرؤية إن شاء الله رب العالمين طيب أفرض يا مولانا أنا شفت الميت في المنام طلب مني أكل بس أنا ما أكلتش معه عايز مثلا قال لي أنا نفسي في البسبوسة أو نفسي مثلا في الهريسة أو نفسي مثلا في اللحمة أو نفسي مثلا في طعام معين من الأطعمة ده إيه معنى يا مولانا؟ معنى أن الميت يحتاج صدقة على روحه من نفس هذا الأكل والطعام الذي طلبه خلي بالك عايز بس أهم شيء أنت ما كنتش أكلت معاه في المنام قال لك والله أنا نفسي في اللحمة فجبت له لحمة هو أكل وإنت لا يبقى الميت ده عايز إيه منك؟ عايز تطلع على روحه صدقة من نفس هذا الطعام تتبح ربيحة يعني وتجهزها وتطيبها وتجيب الفقرة والمساكين اللي إحنا بنسمىها بالصعيف الصعيد عندنا إيه؟ رحمة على روح الميت طيب كده إحنا قلنا إيه؟ يأكل معي أو يطلب طعاما أو شرابا أو يطلب طعاما بعينه في المنام طيب ما معنى أن أرى الميت يأخذ أحدا من أفراد البيت ثم ينصرف به خارج الدار الرؤية دي للأسف يعني قد تكون هي الرؤية الوحيدة التي ليست خير والتي ليست بشارة في هذه الحلقة إيه يا مولانا؟ إنك انت تشوف ده بالنسبة للحيد مش للميت إنك انت تشوف الميت في المنام يأخذ أحدا من أفراد البيت وياخد في إيده كده ويطلع بغبار البيت الرؤية دي وحشة جدا وأنا أحذر كل التحذير من رأى مثل هذه الرؤية أن لا يحكيها لأحد أبدا بل ولا يحكيها حتى لمفسر من مفسرين أحلام لأن الرؤية يا إخوتي إذا حكيت تتحقق وإذا فسرت تتحقق صمام الأمان عندنا من الرؤية السيئة أن لا نحكيها ولا نقصها حتى على المفسرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه صحيحا إذا رأى أحدكم في منامه شيئا يكرهه أن يخاف منه وتنقبض منه نفسه إذا رأى أحدكم في منامه شيئا يكرهه فإذا قام من نومه فليدفل عن يساره ثلاثا ثم ليستعز بالله من الشيطان الرجيم ثم لا يحدث بها أحدا أبدا فإنها لا تضره إن شاء الله صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول النبي لا يحكيها لأحد أبدا حتى لا تضره كلمة أبدا دي شملت حتى مفسر الأحلام إذن يا إخوتي هذه الرؤية لا ينبغي أن تحكى بل تستعيز بالله من شرها طيب ما معنى أن أرى الميت يلبس السواد أو يلبس الأبيض في المنامه أما لبس السواد للميت فهو طبعا ليس خير في حق مين يا مولانا في حق الميت لأنه يدل على أن مقامه ليس حسنا عند الله سبحانه وتعالى وأنه كما قلت يحتاج إلى الدعاء ويحتاج إلى الاستغفار خصوصا لو رأيته كاظم ووجهه مغبر ووجهه مسود يعني كل هذه الرؤى والعاذ بالله تدل على أن عمله ليس صالحا وأن مقامه عند الله تعالى ليس حسنا بالعكس لو شفته يلبس الأبيض الأبيض يدل على أن مقامه عند الله حسن وأن منزلته عند الله كريمة ولا يمنع أيضا من أن نزيل له من الدعاء والاستغفار حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى درجات ودرجات طب افرد يا مولانا أنا شفت الميت في المنام بس هدوب كانت متسخة هذه الرؤية طبعا ليست خير ولكن ليست في حق الميت وإنما في حق أهله يعني هي ترجع إلى الأهل اللهم يعني نعوذ بك من الشيطان الرجيم يعني تفسيرها قالوا طبعا في كلام كثير من أهل العلم يعني أهونهم أن أهل بيت الميت مشتتين ومتفرقين وليسوا على قلب واحد دي أهون حاجة بعد كده يعني قالوا فيها كلاما يعني آخر أنا يعني أستحي أن أخوض فيه لكن يعني من يبحث عن هذا الأمر سيجد يعني ما استنكفت أن أذكرهم طيب أيه كمان معنى أن نشوف الميت في المنام هدومه مرقعة دا دليل على أن أهل الميت سيمرون بضائقة مالية لو أنا شفت في المنام الميت مش هدومه متزخة لا مرقعة هدومه مشركة متبهدلة دا يدل على أن أهل هذا الميت سيمرون بضائقة مالية طبعا إيه وسيتعرضون لشدة ولضائقة أسأل الله عز وجل أن يرفع الشدة والضوائق عن جميع المسلمين اللهم آمين رب العالمين طيب ما معنى أن أرى الميت عورته مكشوفة الحقيقة برضو دي رؤية سيئة جدا وربما تدل على شيء اللهم احفظنا من الفضائح التي سيتعرض لها أهل بيت ذلك الميت أسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليكم وجميع المسلمين والمسلمات اللهم آمين يا رب العالمين هذه يا إخوة تقريبا كل التفاصيل التي تخص رؤية الميت في المنام نشكركم على حسن الاستماع سلام الله عليكم ورحمته وبركاته